كلامنا مع دكتورة باسل عادل الحقيقة كنا بنتكلم عن التمكين الدولة تكلمنا عن تحديدا عن الحياة السياسية زمان كان عندنا أحزاب وأنا اتهمتها بالأمس مع أستاذ ناجي الشهابي كان ضيفي بأنها البعض منها يعني ما قدرش عامل طبعا كان يتعامل بشكل من أشكال النرجسية السياسية طول الوقت ما كانش فيه رؤية موحدة ما كانش فيه هدف واحد ما كانش فيه هذا الكامل من الإثار اللي احنا بنشوفه النهاردة وأن كلنا ورى خط واحد أحمر هو اسمه مصلحة الوطن أولا وبعدين نشوفها نعمل ايه مع تمكين ودعم من القيادة السياسية للأحزاب وتوفير المناخ السياسي الملائم والجيد ليهم عشان يشتغلوا ويقدموا وجهات نظرهم ومع احتواء كتير من الأحزاب على عدد لا بأس بيه من الشباب بأفكار جديدة بحماس باطرحات برؤية مستقبلية فيها إضافة حصل تطور وطفرة للأحزاب السياسية في مصر عايز أعرف أهم ملامح الطفرة دي من حضرتك وإيه هو المنتظر والمتوقع من الأحزاب السياسية في مصر في الفترة اللي جاية يعني أنا ابن التجربة الحزبية المصرية من سنوات طويلة وبشارك حضرتك برضو العتاب واللوم إنه فعلا فيه أحزاب كتيرة غير فاعلة في الحياة السياسية المصرية وفيه بعض الأحزاب فاعلة وبتحاول تبني وزي ما بنقول إن يعني إيد لوحدها ما تسقفش الأحزاب لوحدها ما تقدرش من غير إرادة سياسية كأمبريلا أو كمظلة للحياة السياسية إنها تبقى فاعلة لأن الأحزاب جزء من التفاعل اللي حاصل في المجتمع العام وفي الشارع وفي الإعلام فأحزاب من غير انفتاح في الإعلام من غير انفتاح سياسي من غير ما تعمل مؤتمرات من غير ما تعرف تتصل بالناس كل دي مسائل بتبقى صعبة جدا المسألة دي انتهت من سنة وشوية بتصريح السيد الرئيس على الإصلاح السياسي وبالحوار الوطن تدينا عهد جديد وأنا متفاهم الفترة اللي فاتت إرهاب ومكافحة إرهاب وتوطيد أركان الدولة وتقويتها وتدعمها مشروعات كبيرة كانت البلد محتاجاها يعني كل ده مفهوم الانطلاقها الجديدة أنا أعتقد أن محدش هيبقى عنده عزر بقى في الأحزاب هيفضل أنت قادر تشتغل ولا لا أدت تجربة ولا لا ولا أنت فرحان أن أنت بعنوان أنت رئيس حزب أو سكرتير عام حزب يعني المسألة ما بقتش تشريف هي تكليف مباشرة قادر تعامل وورينا خطواتك على الأرض